أكثر من 12 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي تسجل سنوياً بالجزائر وهي أخر إحصائية قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وحسب دراسات فإن سرطان الثدي ثلث أنواع السرطانات انتشاراً في الجزائر وهو أيضاً أكثرها التي تصيب المرأة وثاني متسبب للوفاة بعد أمراض القلب والشرايين إذ يفتك يومياً 12 امرأة شهر أكتوبر هو شهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي أو ما يعرف بالشهر الوردي والذي انطلقت فعالياته في الفاتح أكتوبر الجاري بمختلف ولايات الوطن شهراً تتنافس فيه الجماعيات الفاعلة في مجال السرطانات على تنظيم أيام دراسية وحملات توعية حول المرض وزير الصحة عبد المالك بوذياف وخلال زيارته إلى ولاية وهران أكد أن مصالحه شرعت في رقمنة جميع مركز مكافحة السرطان عبر مختلف ولايات الوطن وهي العملية التي ستنتهي خلال الأسبوعين القادمين مما يسمح بإحصاء عدد المصابين بالسرطان في الجزائر رغم كل هذه الحمالات التحسيسية والتوعاوية وجميع المخططات التي تضعها وزارة الصحة يبقى التشخيص والكشف المبكر هو الحل الوحيد للتقليل من عدد الوفايات بهذا المرض العضال ترجمة نانسي قنقر